حل مشكل الطاق على تطبيقك الخاص فيسبوك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضغط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا وبعد ذلك سوف نأتي إلى التطبيقات نقوم بالضغط عليها ثم نأتي إلى نافذات التطبيقات الخاصة ثم بعدها سوف نقوم بالنزول للأسفل لتبحث عن تطبيق فيسبوك نضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق في هذه النافذة الخاصة نقوم بالضغط على إيقاف إجباري نضغط على موافق ثم نقوم بالنزول نضغط على مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات وبعدها نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص لكي يقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة